نادي الزمالك بيجاهز لخطاب يقدموا للتحال الافريقي لكرة القدم عشان يطلب فيه تعديل موعد مبارات الزهاب في الدور التمهيدي لدوري أبطال أفريقيا عايز يأجل المباراة يوم أو يومين عشان يلعب المباراة اللي هي مع الهلال السعودي في كاس السوبر كاس لوسيل عشان يقدر يلعب المباراة ويرجع يلعب المباراة الزهاب في الدور التمهيدي واللي تحلى أفريقيا مش هيختلفه هو دايما بيسيم مساحة يوم أو يومين للفرق أن هي عايزة تختار مواعيد تناسبها فما أظنش أنه هيبقى فيها مشكلة ده بالنسبة لهذه المواجهة مسؤولي نادي الزمالك بيرفضه بشكل قاطع جدا وصاتت أي حد أي حد في ناس كتيرة توصاتت فترة اللي فقتت أن محمد أبو جبل يرجع نادي الزمالك وكلكم عارفين حكاية محمد أبو جبل اللي هو حرفيا حرفيا زي المسل ما بنقول كده لطال السماء ولطال الأرض ربنا يكون فوانه حاليس كبير ومحترم ندعمه ونسنده ونقوله ربنا يوفقك في الفترة اللي جاية بس الزمالك قال له مش ترجع تاني ملكش مكان في النادي دلوقتي وخلاص والأمور انتهت بيننا حاول محمد أبو جبل أنه يرجع الزمالك حاول يبقى فيه وساطة عشان يرجع الزمالك بس مسؤولي نادي الزمالك بيرفضه هذا الأمر بعد ما حصل طبعا أنتوا عارفين المشكلة اللي حصلت فيه التعاقد بينه وبالنادي النصر السعودي ده بالنسبة لأبو جبل ولسه مكملين مع نادي الزمالك ونادي الزمالك طلب من مروان حمدي العودة لصفوف الفريق مع بداية الموسم القادم بعد انتهاء عارفته مع سموحة مروان حمدي عاش تبقى فهاميني الحكاية هو حابب يكمل بره بر الزمالك أو يتم تجديد عارفته لو مش هيبقى ليه مكانة أساسية في التشكيلة هو شايف أنه هو بيلعم مع سموحة وت Bulque مع سموحة كان متواجد مع منتخب مصر فهو حابب يكمل الفكر يحابب يكمل المشوار ده حابب يكمل التسلق اللي عامله مع سموحة لو حاس أنه مش هبقى ليه مكانة أساسية في تشكيلة نادي الزمالك لكن نادي الزمالك يرغب في إعادة مرغان حمدي لصفوف الفتنة نادي الزمالك هيدخل بكرة بقائمة أمام مصر مكسة وفيها عنصر جديد هقول لكم عليه لما أقول لكم القائمة محمد عواد ومحمد ندين في حراس المرمى في خط الدفاع محمود حمدي الوينش ومحمود علاء ومحمد عبدالغاني وعبدالله جمعة وإحمد فتوح ومحمد عبدالشافي وحاز الإمام وحمزة المسلوسي وفي خط الوسط نيمار ومحمد أشرف روقة والعنصر الجديد أقول لكم عليه محمد خضري وإسلام جابر يوسف أوباما ومحمود شكبالة وسيف جعفر واحمد سيد زيزو وفي الهجوم هيبقى متواجد يوسف أسامة نبيه مع سيف الجزيري أبرز غيابات طبعا نزمالك في هذه المواجهة إمام عشور وحسام عبدالمجيد للإقاف وعمر السعيد وأيمن حفن العدم الجاهزية ومحمد طارق والسعيد عطيها الأسباب فنية وأبرز أبرز الغيابات في هذه المواجهة طبعا جوزفالدو فريرا الموقوف هو كمان وهيتابع المباراة من المدرجات الزمالك محمد خضري ده بالمناسبة موليد أو عنده 20 سنة عنده 20 سنة موليد 2002 يعني الزمالك كل شوية يزقف لعيبة صغيرة واصغر من الموجودين حلو حلو إحنا كسبنين في الكرة المصرية إحنا كسبنين لعيب حلو لعيب مكتعد جدا في وسط الملعب غياب إمام عشور خلاي يبقى موجود في القائمة هو كان موجود قبل كده في كأس الرابطة وخرج من القائمة ولكن هنا بيبقى موجود في قائمة الزمالك في الدوري لأول مرة بالتوفيق ليه زي بالتوفيق لكل شباب الزمالك وكل الشباب أو لعبين الشباب الوعاديين اللي موجودين في الفلق المصرية كلها ترجمة نانسي قنقر